موسيقى مساء الرضا كيف حالكم يا رب كلكم طيبين اليوم اكيد يوم السبت هذا التصوير يعني الفيديو مصور يوم السبت اكيد يوم السبت يوم المقاضي لاني اروح اشتري مقاضي يعني الاسبوع واشياء الاسبوع نحن نحن فعدا نسميه سبار عرفتوا سبار نسميه سبار او راشن نقول لك كده بعدا راشن سبار يعني من دل كلمتين بعضهم يقولوا سبار بعضهم يقولوا راشن راشن البيت وهي اساسا المقاضي والاغراض بس حبيت ارويكم هذي اشياء انتم تحبو اشياء البيت فرويكم دي المعالج جدا حلوة كأنه مصنوعة ديكوباج زي ما شفتوه كأنه تعرفوا فن الديكوباج كأنه معاملة ديكوباج بس هي رسم او طباعة في به طبعا هنا بديت اكتب مقاضي البيت ايش ناقصني اشوف يعني اليوم ايش بعمال واش كاتبة اليوم السبت دايما يوم السبت يكون يعني اعمال خفيفة وتكون اكتر شي اني اكون برع لاني يكون اقضي للبيت لحوم اكتب شوفوا خضار اش ناقصني بقالة اللي هي زي الحليب حليب بودرة مثلا اه سلصة زي كده اشياء يعني اكتبه يكون هذي اشياء البقالة لكن اللحوم زي الدقاق اللحم السمك هذي اكتبه باللحوم ومنظفات منظفات وخضار قدنا قلنا خضار وبس هذا هو رحنا السوق اخد سيارتي المرسديس كان المرافخ المرافخ المرافق قصدي اخي الله يعطي الصحة والعافية ويطول لنا بعمره يعني بشرنا احنا بعافيته يا رب تم يا رب متابعين الغاليين اي مريض عندكم ربي يبشركم بشفاءة يا رب ويرحم موتانا اجمعين يا رب طبعا هنا رحت السوق اني السوق هذا قنب البيت عندي يعني قريب مننا هذا السوق يعني السوق الحي يسموه فيبو كل حاجة كل شي فيه هنا شوفوا اخدنا اشياء اسماك اخدت هنا رجعت البيت اخدت خضار طماطم اخدت ورقيات اخدت شوفوا الان الورقيات استوات حلوة كانت اول صراحة الورقيات زي الزفت والله لو شوفتوا ما في كانت ما فيش والله تشتروا الكزبرة والبقدونس ما فيش كزبرة والبقدونس كده حاجة ملفوفة كده حاجة بسيطة اخد كرات اخد كزبرة بقدونس واخد قرغير كمان اخد فلفر رومي وطماطم وهنا تشوفوا برتب الطماطم في السلة اني احط في سلة في درج التلاقة في سلل يعني احط الخضار يعني اعتبر اني منظمة تقريبا يعني نوعا ما انا اقول نفسي منظمة انا ما اقول لكمش انا منظمة مئة بالمئة لكن منظمة نوعا ما بالخضار باشياء البيت يعني اعتبر اعطي نفسي بالتنظيم شوفوا بعطي نفسي ما بعطيش نفسي بعطي نفسي سبعين سبعين من مية بالتنظيم والترتيب البيت ما بعطيش نفسي لا تمانين ولا تسعين ولا بمية بالمية اني منظمة سبعين بالمية نجاح نجاح شوفوا خلاص حطت الفلفل رومي فلفل حار شوفوا عندي هذي القطعة حلوة من زمان معايا تنحط في درق التلاقة يعني متخليش الصراحة عمره درق التلاقة متوسخش عندي دايما يعني متوسخش دايما هذي قطعة كده خدتي عني من السبع ماركت مرة كانت تتباع يعني في السبع ماركت من زمان يعني قبل ممكن تمان سنين وخلاص صرت افرشي بدرق التلاقة يعني هي تنقص تقدروا تقصوها عادي هي مش في الليل مش عارفة من اش مصنوعة وبس هنا خدت طبعا حق البقالة مالح وخدت سكر وبكن البودر وخميرة كمان اني ملاقتش الخميرة اللي استخدمه اني هنا احفظ البيكنش بودر والخميرة احفظه هنا لما تكون بس يعني خرق حق ثلاث حبات اربع حبات لكن الباقي احفظ الخميرة في التلاقة سوى كانت مغلفة او عادية وهنا شوفوا عندي قبناء روبيان طبعا هاده تخليل ونص كيلو اش مر شوية قليل قليل بس عادي تعرفوا اخي حق الخورة يشتي روبيان فعملت له كده روبيان حلو ان شاء الله بنزلكم الفيديو اللي قاي طريقة حاجة جدا حلوة بالروبيان طريقة عدنية وهنا شوفوا اخذت هذا مفرش حلو للركنة عندي سموني هنا ركنة للصوفة عندي اللي في المطبخ قلت حلوة نفس الوان عندي السقاد شوفوها كيف جدا حلوة اني صراحة عجبتني انتو مش رأيكم شوفوا كيف قاي كده مخاطي كده حلو هوني من وقرة من تحت كيف بس اني فرشاه هذا هون قاي جاي مع السقاد حلو شوفو كيف مع السقاد الرسمة الالوان قاي حلوة شوفوها تلحطت منديل في الارض شوفوه وهنا فقا يدخل زوجي معا كيس يقول لي قبتلك هدية تعالوا نشوف الهدية اللي قبليها هو يعرفني اني احب القرابيع طبعا اني ازعلش اقول لي قرابيع يعني احب الاغراض وكده فقبلي هدى قلي شوفت كوب في بلوزة الخلاط فانتي دايما تشربي الناس كافيهوت شوكوليت وكده حلو الان مع الشتاء بينفعك وكده والله حلو كان بس انو شوفو يخلوط ميطلعش ديك الرغوة الكتيرة وعساس انو انو طلع رغوة لا ميطلعش الرغوة انتم بتشوفو رغوة خفيفة حلو يخلط يعني ما تحتاجوش ملعقة بس زي ما قلتلكم ما فيش ديك الرغوة القوية اللي نطلعه يعني بالخلاط العادي او ممكن كمان تخلطو في بل بيض يعني بتعملو كيكا كده او كبكيك بالميكرو ويف كده بتخلطو بس مكونات بسيطة ممكن بس انو خلطه شوفو كيف هادي الرغوة الفوم اللي تطلعه مش اكتر من كده خفيفة اني شوفي انو خفيفة بس حلوة يعني تنفع شكرا اقول لك شكرا من كل قلبي شكرا انك ذكرتني كده بحاجة حلوة وهنا كنا رايحين الدقي الدقي ان شاء الله يكون نتقتصح رحنا مطعم اسمه بيت الشوايا صراحة اكله لذيذ جدا طلبنا طبعا هو التقييم اعلى تقييم لهم انو دقيق الشوايا حلو والمشكل والرز اللي يكون نص ابيض ونص ملون يعني اظن رز مندي اسمه مش عارفة رز ايش اسمه عندهم بالصراحة كان الاكل لذيذ وعطيهم يعني كتقييمي لهم اعطيهم تمانية من عشرة بس جدا روعة طراحة اللي عايش في مصر روحوا وقربوا واللي اكيد قدوا يعني مقربوا اكيد اعجبكم قلولي رأيكم فيبو وهنا كده ارويكم الخبز هذا والله انو في فيديوهات عندي مظلومة يعني ما طلعتش اكسبلور ما طلعتش يعني ما فيش مشاهدات فيبه اللي هو الخبز المحشي جدا لذيذ وخصي الان مع القو البارد كده قلاش شاهي كده كوب شاهي ملبن حق عدن كده شاهي مركز وتغمصوا كده فيبو حاجة روعة وتقدر تاكلونه مع العسل كمان يعني فيديوه مظلوم والله لازم تشوفونه هذا كان الفيديو لليوم اذا عقبكم لازم تنسوا الاشتراك في القناة تفعيل قرس الاشعارات ولايك وكومنس حلو منكم وفرقة ممتعة ترجمة نانسي قنقر